مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم نشرة خاصة حول العاصفة دانيال التي تؤثر حاليا شمال ليبيا فشمال ليبيا هناك منخفض جوي عميق له خصائص تشبه الحالات المدارية هذا المنخفض الجوي يؤثر على شمال ليبيا اليوم وغدا وحتى يوم الاثنين ويتحرك أيضا من الغرب إلى الشر وتدريجيا بتأثر أثر على طرابلس ثم على بني غازي شد التأثير على بني غازي راح تكون إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله وينتج عن هذا رياح عاتية تتجاوز سرعتها الميد كيلو متر أو الهبات تتجاوز ميد كيلو متر في الساعة أيضا أمطار غزيرة خاصة على بني غازي يوم الأحد راح تتجاوز أو تصل إلى حاجز أو إلى 150 ميلي متر خلال هذه الفترة ينتج عنها فيضنات وسيول وارتفاع منسوب المياه أيضا ترتفع الأمواج وطيصل ارتفاع الأمواج على السواحل الليبية ما بين ثلاث إلى أربع أمطار يوم الأثنين يقل تأثير هذه الحالة الجوية ويكون تأثيره على الشرق على شرق ليبيا وأيضا غرب مصر ليلة الأثنين على الثلاثاء يتراجع تدريجيا لكن يكون تأثيره على الجهات الشرقية أقصى شرق ليبيا والمنطقة الغربية في مصر وأيضا يوم الثلاثاء هناك فرصة لسقوط زخات رادية من المطر على الإسكندرية والشواطئ المصرية الشمالية إذن هذا منخفض جو عميق على السطح عنيف يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة نتيجة سخونة البحر الأبيض المتوسط وأيضا هناك كتلة هوائية باردة نسبيا في طبقات الجو العليا هذا يؤدي إلى ظهور السحب الركامية التي ينتج عنها زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وأمطار غزيرة تؤدي إلى فيضنات نرجو للجميع السلامة شكرا للمتابعة